السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين يا. يا رب تكونوا كويسين وبخير يا سعد الله. اوكاتكم حبايب قلبي بكل خير. معنا استخارة بي القرآن الكريم لموليد برد الجدي. صلي على النبي عليها فالصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. موليد برد الجدي. انزلوا فيها التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى عليها فضل الصلاة والسلام. وفضلا وليس امرا ان ادعم الفيديو بالله اخواتنا في الله. اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق. بسم الله سورة الحديد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. وعلى الى بيته الطيبون الطاهرون. بسم الله الكاشف. عندك اه في تغير. في تغير اه مسكن. او حابب تغير سكن. عندك تغير من مكان لمكان. اه راح تغير المسكن اللي انت فيه. راح تغير المسكن اللي انت فيه. في تلات مكالمات. تلات مكالمات مهمين الفترة دية. تلات مكالمات يعني مهمين. اه المكالمات دية ديل لك الفترة دية. فيهم يعني اخبار. ارى فيهم اخبار تخص مال وسفر. وحل مشكلة كمان. تخص العمل او علاقة بالحب. التلات مكالمات هما اه ديل لك. اه مكالمة تخص المال ومكالمة تخص السفر ومكالمة حل مشكلة معاك المشكلة دية ممكن نقول تخص العمل او علاقة الحق في مقابلة هنا اه مقابلة مع الاسرة او اجتماع يعني او اجتماعات اجتماع مع بعضيكم او اجتماع مع بعضيكم يعني افضل ما تقولش اه الحد او تعزم حد خليها ما بينكم او ما بين بعضيكم الاسرة هكذا لان العيان يعني كثيرة الناس الحسودة اكتر من الناس الحبيبة ستفادق لانك يعني ستفادق بفرحة قدامك لانك اه صبرت كتير اتعبت كتير استحملت ما لا استحمله احد استحملت كتير التعب لهكذا المشاكل حمل على اكتافك كنت حامل او شيل مسئولية لوحدك يمكن عندك تغير كمان يعني حياتك كلها بالافضل هذي اللي اسبوع ده هتتغير كل حدا معك بازن الله تعالي الفرحة تدخل بيتك وهتردع الامان والفرحة راح تردع لبيتك يعني من الصعب ان حقك يروح من الصعب ان حقك يروح حقك رادع حقك دي لك حقك دي لك وردع لك كل حادي يعني انت هنا على موعد مع الضحكة مع من قلبك فهناك يعني شخص اراه يحبك والشخص دي عايز يوصل لك وبيحبك جوي يعني حصل ما بينكم كلام او مشاكل او هكذا او هو بعيد دلوقت حاليا بس عايز يوصل لك باي طريقة احذر يعني ما تخسروش راح تكتشف كل حادي انكشاف عندك اسرار اراه في ظهور اشخاص على حقيقته راح يظهروا وراح تعرفهم وهتكون مصدوم فيهم وهم دلوقوا بعض المقربين راح تعرفهم من الناس اللي ازتك من الناس اللي بتحاول تزيك هتعرفهم هيكتشفوا قدامك كل حادي راح تكتشف قدامك وهتعرف واتظهر الناس على حقيقتها قدامك عندك نجاح برضو كبير في الطريق ليك عندك نجاح كويس عندك نجاح اه في العمل او في الدراسة اه في نداح عندك طاقة نجاح بازن الله تعالى في رسالة حلوة رسالة حلوة قوي هتذيلك هتفرح قلبك رغم النادواك كل الزعل رغم النادواك اه حزن كبير وهموم كثير اشيالها بقلبك ربك هو واحده اللي عالم بحالك وهيفرجها عنك عن قريب بازن الله تعالى عن قريب رح تفرق على الصعيد العطيف هنا الغيرة لن تهدد مستكبلك مع الحبيب لانك كسير الليونة في تعامل معه في فلوس ديالك فلوس ديالك يعني هتذيلك خلاص هتكون مكافأة اه او اه ربح او حدا زيك ديالك عنكم هنا يعني في خيار كتير ديالك هيغير حياتك فوق ما تتوقع فوق ما تتوقع الايام المقبلة ستكون عبارة عن يعني فتح الابواب اللي كنت بتحاول تفتحها فتح الابواب المغلقة اللي بتدي بكن بتحاول تفتحها باي طرق رح تمفتح جدامك فاستغل كل الفرص اللي تجعل امامك استغل كل الفرص صح اللي تجعل امامك حتى توصل لهدفك او توصل للطريق اللي انت عايز توصل له في علاقة جديدة كمان في علاقة يعني جديدة دية حلوة مع شخص بتشعر معاه اه بالسعادة اه او بالراحة وبالمقنان في تطور علاقتكم للارتباط رسمي بازن الله تعالى في شخص انا عاوز يستغلك خلي بالك منه في شخص انا عاوز يستغلك في عملك او اه عايز يستغلك في حادة كثيرة او يسحب منك مال او يستغلك خلي بالك منه حقك رديع لك حقك رديع لك عندك طريق سفر عندك طريق سفر عندك طريق سفر جدامك حلوه السفر دي كويس يعني هيكون فيه اصدقاء او سفر اه لشغل في عندك اه السفر عندك اللي انت زعلان عليها انت زعلان على حد يعني حد زعلان عليها او حد مزدون اه حد يعني عنده سيدن او مزدون او مريض او اه تحبان انت زعلان عندك طاقة زعل كبيرة عندك طاقة زعل كبيرة ربنا يشفيه وهيخرض من المحنة اللي هو فيه بازن الله تعالى عندك لديك يعني بشرطين حلوين احلى واجه من المنبع هيفرحوا بالبقى وهيرد روحك اه تاني من اول وجديد الاولي 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 اه يعني بعد سبعة ايام بعد سبعة ايام بازن الله تعالى والتاني بعد تسعة ايام ممكن تسع سبع ساعات او سبع ايام هكذا لانا قدامك سبع خطوات وتسع خطوات لديكم يعني هنا اموال قادمة وتعوضات لديك في رفحة لمكانة عادية المكانة دية عادية يعني في عملك او رجوع السقة بنفسك في تركية او عمل انت مقدمه على وظيفة او اه فيه زيادة ربح من العمل في حاجة دي تخص العمل دي اذا يعني راكم هنا بس انت هنا يعني غير متهمين ما مهتمنش بصحتكم الفترة دية يعني الفترة دية ما مهتمنش بصحتكم اه حاولت تستهم بصحتك هكذا عندك هنا برضو انت تسمح ناس اسمح الناس دية الناس دي مع انها ضربتك بس حقك هيكون ردع لك فانت يعني راكم هنا تسمحهم لانك خلاص يعني ما بقتش يعني محتادهم ولا بقتش شيء لانك يعني مشيت في طريقك ومجيتش تبص الوراق خلاص تركتهم عندك هنا ورضو يعني هنا هناك يعني بعض الاشخاص بتحكد عليك بتحكد عليك وتتمنى ليكم الضرر والازي تتمنى ليكم الضرر والازي الناس دي يعني اعرضوكم يعني لا تسكوا اه ولا تخلوا دائرة معرفتكم تتسأ كما كن اه بلاش كل اللي في كلبك يكون على السانك هناك من يضحك في وجهك يضحك في وجهك ولكن هو يتمنى ليك الخراط يتمنى ليك الحزن يتمنى ياخذ النعمة اللي معاك يتمنى ياخذ كل حدا منك هو اللي يكون احسن منك وراك برضو ماشي في طريق انت الطريق او انتي الطريق دي صحيح الطريق دي ماشي فيه طي ماشي في طريق صحيح ربنا هيسخر لك ناس هتسبب ليك الفرحة لك وهتعرف هتعرف يعني هتعرف ان طريق صحيح وكمان هتتعرف على اشخاص جديدة هتخليك في ارتياح معنوة ونفسي جديد عندك هنا اللهم اصدق على سيدنا محمد فيه اختلافات ما بينكم في اختلافات ما بينكم وبين الحبيب او اختلافات ما بينكم وبين حد عزيز على قلبك او صديق حاول يعني تحلوها لاختلافات دي حاول تخرح لغا عندكم هنا رجوع من شخص رجوع شخص دي نادم على فراق ندمات بعد فترة طويلة من الانقطاع وحبب يعني اراه يبدأ معكم علاقة جديدة او حابوا يبدأ معكم قصة جديدة او حياة جديدة هذا الكراءة احبابي في الله اه عامة خذ اللي طابق عليك والطابق اللي مش طابق عليك سيبه للاخرين بس فضلا وليس امر ان ادعم الفيديو يقول ليك احبابي في الله بسم الله هالكشف عندك اكتشاف يعني اسرار وفتح كلام قديم ويعني وراء ظهور هنا تظهر قدامك حقائق هي في مصلحتك انت على فكرة يعني هي في مصلحتك وهذه الامور آآ الفترة دي هتحصل هتظهر قدامك هتكتشف اسرار والكلام هيتفتح قدامك والكلام دي كان جديد يعني ويتفتح الايام دي في عندك هنا آآ فترة انتقالية يعني فترة انتقالية بتمر به تخص حياتك يعني ومحتادك يعني آآ ومحتادة منك الهدوء وعدم التعامل الكثير مع الناس يعني الهدوء وحكم عجلك وهكذا وتعامل بهدوء صح في عندك استمرار هنا في آآ تساقط او عندك عندك استمرار في تساقط الشعر ووجع اسفل الظهر وتعب وخنجق وضيق وصداع وعندكم يا برضو احلام بالحيوانات او احلام بيسعبين او افاعي عندك في المنام برضو انت شفت اللي سحرك او شفتي اللي سحرك شفتي اللي اذاكي رأتي في المنام منكم برضو من رأى اللي سحره او ازاد او اللي بيسجيه السحر في سحر عندك سحر السحر ده هو اللي عمل هكذا بس تنتصر عندك انتصر على الظالم هتنتصر عليه ربنا هيبليه باللي خليه ينساك عندك رجوع حق ليك في منكم برضو هنا انفصال من علاقة مؤزية علاقة مؤزية ستتفصل منها وربنا هيعوض الخير صدقني هتلاقي الخير دي لك دي لك الخير دي لك بإذن الله تعالى انا راكنا برضو بدأت يعني تتعامل بهدوء مع مشكلة مشكلة عائلية وتردع عن تفكيرك الزائد وتركها لله هتنحل 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 بإذن الله تعالى عندك ان المشكلة دي يعني ما بين الاهل او ما بين القرائب يعني هتنحل الامور دي هتنحل بإذن الله تعالى بس حكم يعني عاجلك بني انت عارف ايه مشكلتك يعني انت عارف ايه مشكلتك انت يعني محتاد حد يراه برضو يعني حد يحس بيك قبل ما يعني يحبك وبرضو يعني قسرت قلبك دي يعني روا عندك ارضو انت محتاد حد يهتم بيك او بأدك تفاصيلك ويرعاك يعني انك يعني شخصية بتتأثر بسرعة او ممكن يعني اه كلمة اتخليك في سبع سمع وكلمة اتخليك في سبع ارض محتاد شخص يعني يتعامل معاك بصدق اه شخص يعرف اه نط الضعفك ويقويك مش يستغلك يعني محتاد حد يه يكمل معاك اه مش يعني ايد عليك يرعى معاك كلامك يكون معاك اه ويدي معاك يحل معاك العصبية او الضيقة ويفهم يفهم ايه خايف من ايه او وجعك ايه او حزنك ايه شخص يحترمك ويصونك في غيابك او هكذا او في حضورك يعني محتاد حد يفهمك يفهم ضحتك يفهم كل حد عندك يعني راك برضو انت مش محتاد الكلام يعني بس محتاد حد اياه يكون معاك كويس عندك يعني بشرة برضو عندك بشرة القضاء حادي وخبر حلو الخبر انت مستنيه انت منتظره اه الخبر يكون نجاح او وظيفة او بشرة باذن الله تعالى القادمة قدامك خلاص يعني عندك هتزداد حالة التفاؤل بطريقة ملحوظة يعني هتحصد السمار عمل السابق هتحصد السمار هتحصد كله باذن الله تعالى وهتفرح وهتكتب بداية جديلة فيها الفرحة فيها السعادة تفتح قدامك الابواب في انفراجات رائعة وعندك تغيرات كثيرة في حياتك يعني عندك طريق سفر طريق سفر غير متوكع وقادم ليك عندك طريق سفر غير متوكع يعني وقادم ليك باذن الله تعالى استعد للفرحة والمفاجآت راح يطرب بابكم الحص يعني في ارض بيتكم فيها الفرحة في عندكم يعني خطوبة او فرحة بمولود او زواد او ارتباط ليك او ليك او لابنك او الاختك في ارتباط وفرحة في ارض بيتكم عندك قلق واضح في ملامحك ووشك بس يعني نسابك هنا يعني كسرة التغيرات اللي حصلت حواليك او المشاكل او الكلام اللي اسمعته اترك الامور وبلاش التفكير الكثير بلاش التفكير الكثير اسيب الناس في حال عندك اه بتتفاجأ بريزك دايلك يعني مشروع دخلت فيه او اه في رزك دايلك غير متوقع ومال يعني عندك مشروع متدخل فيه او اه مقدم على وظيفة او مقدم على مال لانه في مال دايلك عندك هنا مقابلة او لقاء او مكالمة هاتفية مع الحبيب يعني اعرف فيه توضيح ما بينكم امور عتاب ما بينكم فيه امور عتاب او اه توضيح كلام او تفسير كلام يعني ما بينكم عتاب او توضيح امور وصلح فيه صلح ما بينكم فيه فعل خير انت عملته يعني اه عملته رد فعله الخير دي كبير ليكنت ما كنتش متوقع ما كنتش متوقع خلال يعني ايام خلال ايام الغيرة والحسد يعني دوله يعني اه الغيرة والحسد من حد قريب الغيرة والحسد والساحب دول السحركم من حد قريب منكم يعني تجنب يعني الحديث او المكالمات مع الناس دي فحادة مفقودة منكم رايحة منكم لان اراك يعني عتعصر عليه حادة دي مهمة كنت فقدتها من فترة كنت فقدتها الحادة دي رح تعصر عليه ورح تلاقيه عندك برده هنا المازدون دي او المريضة يعني المريضة اقريب لك او معده رح يشفى بئذن الله تعالى عندك او ان كان مسدون رح يخرج من السدن الهو تبع. لانook LIKE يعني بتدعي له زعلان عليه آآ ااه عايز السعده بأي طريق عايز من المحنة اللي هو فيه ان شاء الله رح يشفى ورح يخرج من ان كان مسدون او هكذا باذن الله تعالى اكمل في طريقس زي من انته выход ديالك الفرحة. ديالك الوظيفة او ديالك الربح او ديالك السعادة. انت ماشي في الطريق الوظيفة دية او المشروع اللي انت دخل فيه رح يندح بازن الله التعادل. عندك هنا برضو انت انتقال لارض ممكن نقول اه انتقال للشراء لبيت الدديد او انتقال لزودك او انتقال لبيت زودك او انتقال لبيت جديد لانه ارى فيه طاقة انتقالية شراء مسكن او شراء منزل او شراء اه محل ان شاء الله فيه الشراء طاقة الشراء قريبة بإذن الله تعالى وصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. اتمنى من احبابي في الله. يدعم الفيديو باللايك. وان كنت لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة. وتنزلوا في التعليقات. تصلوا على الحبيب المصطفى بنية الفرق. او كنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل او من تابع الرقم امامكم اللي حابب يشرفنا في التواصل يتواصل معنا.